مواقف حقيقة بارزة للمرجعية الدينية العليا ذلك إنها اعتبرت ما شهدت البلاد في الأيام الأخيرة هو معركة الإصلاح وبالتأكيد هي لا تقصد النقاش الحكومي وحتى البرلماني حول الإصلاح فهي غسلت يديها من ذلك وإنما تقصد أنتم أيها الشباب المتواجدون في ساحات التظاهر هو الإصلاح بعينه كيف تستقبلون رسائل مشجعة كهذه؟ يعني بالتأكيد المتظاهرون في ساحة التحرير أو في المحافظات الأخرى هم يستقبلون أي دعم بشكل إيجابي لكن النقطة التي برأيي هي مهمة أن المتظاهرين يعني أن أهم شيء للمتظاهرين هو دعم المرجعية لهذه المطالب باعتبار أن المرجعية هي فاعل اجتماعي جدا مهم قبل أن تكون مؤثر سياسي يعني نعم ولها أتباع في العراق وبالإمكان أن يتظاهروا في ساحة التحرير كعراقيين دون العناوين الأخرى وهذا أيضا يعطي زخما للإحتجاج وللخيم المحتصمين في جميع المحافظات العراقية هذه نقطة النقطة الثانية أهم ما يميز هذه التظاهرات أنها جاء الإصلاح فيها أو مفهوم الإصلاح يأتي على قول أحد المفكرين من الأدنى إلى الأعلى نعم يعني بالعادة الدول التي يكون فيها إصلاح يكون من قبل النخب السياسية صناعة الهوية الوطنية تكون من قبل النخب السياسية نعم في العراق هؤلاء الشباب أو جيل الشباب أعلن نهاية عصر الطوائف في العراق بعد 16 عاما من هيمنته على المشهد السياسي النقطة الثانية جيل تشرين في العراق أعلن صناعة هوية وطنية جديدة بعدما كانت كل آليات الاستقطاب السياسي في العراق وآليات المشهد السياسي تقوم على المكوناتية وعلى الاستقطاب الطائفي وهذا المكون وذلك لتلك الطائفة هذه الوزارة لنا وتلك الوزارة لك قدمت احتجاجات تشرين صورة وطنية كاملة وهي أيضا تدخل ضمن معركة الإصلاح النظام السياسي في العراق قام على العرف الذي صنعه الاحتلال الأمريكي بعد سقوط الاستبداد وهو العرف المحاصصاتي لكن المحتجين هنا يعني أسقطوا هذا العرف يعني إذا كانت المحاصصة استمرت في لبنان أربعين عاما في العراق قتلها الشباب بعد ستائش عاما أستاذ أحمد حقيقة هذه ما تقوله مهم وأيضا بالعودة إلى ما قاله ممثل المرجعية الدينية للعليا السيد أحمد الصافي حقيقة الحديث عن ما شهدته ساحات التظاهر لجهة القتل والاختطاف وكل ممارسات القمع إنها لم تحصل هذه التطورات إلا بسبب وجود السلاح خارج الدولة مشددة أنه يجب أن ينتهي هذا السلاح بأي صورة من الصور وبأي عنوان من العناوين لكن الحقيقة هو أن اليوم انتزع السلاح من الدولة وصار بيد القوى الخارجة عن القانون ما تعليقوك؟ نعم نعم طبعا كل القوى المسلحة التي تمتلك سلاحا خارج أطار الدولة تقول نحن مع المرجعية ومع ما يقوله المرجع وأحيانا يريدون استخدام كلام المرجعية لقمع التظاهرات وإنهاء ما فيها لكن المرجعية تأتي كل جمعة وتقول على عكس ما يريدون أو على عكس ما يقولون مثلا حادثة الوثبة مع أنها حادثة مؤلمة وحادثة رفضها تقريبا كل المتظاهرين وإعلنوا مواقفهم منها لكنهم كانوا ينتظرون أن تقول للمرجعية كلمتها ضد حادثة الوثبة ويقالت كلمتها بإنصاف لكن هي لم تنسى أيضا لم تنسى ما حدث في جسر السينك والخلاني حين دخلت سيارات مدنية وأحدثت المتزرة وهذا أيضا بسبب هو أسلاح خارج إطار الدولة فهم يستخدمون كلام المرجعية للنيل من التظاهرات لكن تأتي المرجعية كل جمعة وتدعم التظاهرات وتدعم المطالب فيها بالإضافة إلى ذلك يتعرف المتظاهر السلمي الذي سقط منه عشرين ألف بين الشهيد وجريح لكنه بقي سلميا إلى الآن استاذ أحمد حقيقة في هذا الجانب إلى أي مدى ترى أن اليوم الدولة قادرة أم غير قادرة على فعلا أن تبسط نفوذها على المجموعات الحاملة للسلاح وهي مجموعات أثبتت بأكثر من حادث بأنها قوى خارجة عن القانون بصراحة يعني الدولة الآن الدولة العراقية الآن مختطفة سلطة السلاح وسلطة الميليشيات تتضخم على حساب الدولة الآن لكن ما يفرح أن المتظاهرين يدركون جيدا أن الدولة العراقية مختطفة وأعتقد أبسط الشعارات كانت تعبر عن هذه الأزمة مثلا شعار نريد وطن هو يستبطن استرجاع قوة الدولة وهيبتها استرجاع يعني وظيفة الدولة كوظيفة مهيمة على المشهد الدولة هي من تمتلك ما يسمى زياسيا وسائل العنف الشرعي فقط أو تحتكر السلاح فالمتظاهر يدرك هذه الحقيقة جيدا أن الدولة العراقية الآن مختطفة والحقيقة هذه مسؤولية تقع على المتظاهرين وسياسيا تقع على القوة السياسية التي تريد أو ترخب بحصر السلاح بيد الدولة أو أنها لا بد أن تدعم هذا المطلب لأنها بالنتيجة أن هذه الحقيقة لا بد أن تكون العراق بلد لا يمكن أن يكون مسلحا العراق لا يمكن أن يكون مسلحا لا يمكن أن تسيطر عليه هذه القوة المسلحة العراق بلد فيه عمق تاريخي وفيه عمق ثقافي يمتد إلى آلاف السنين فهذه الحقيقة ستتحقق اليوم أو غدا فالآن على القوة السياسية كلها أن تدعم هذا المطلب أو أن تعمل على استعادة الدولة العراقية كما يريد المتظاهر الشاب أن يستعيدها استعادة الدولة العراقية حقيقة ألا تعتقد أنه بات أمرا صعبا إذا لم يكن هناك تغيير سياسي حقيقة يا نستاذ علي لو نتذكر قبل سنوات لم يكن هناك أي صوت غير صوت الطائفة والمكون صحيح قبل سنوات أنت لا ترى العلم العراقي كمشهد مألوف في شوارع بغداد والمحافظات أنت ترى رايات الطائفة قبل سنوات أنت لا ترى مثلا هناك مشهد أو فعل احتجاجي فعل اجتماعي يضم السنة والشيعي وكل المكونات العراقية الأخرى بهذه الصورة التي تراها في التحرير قبل سنوات لا يسمع أي أحد في المشهد السياسي العراقي لصوت الشعب لكن هذا الشعب أمامك أقال حكومة القناصين وفرض وجوده عالميا وأقليميا وداخليا فأنا لا أعتقد أن حصر السلاح بيد الدولة أن استعادة الدولة العراقية أن بناء الهوية من جديد هو أمر صعب على المحتجين الآن هم فرضوا ما حاربته جميع القوى السياسية بسلاحها وثرواتها ودعمها من الخارج ما الذي يعني يمكن لكم أن تحاولوا على الأقل إيجاد قنوات اتصال معه بين قوسين قوى ما داخل جسد السلطة اليوم بحيث تستطيعون من خلال هذه المجموعات أن تحدثوا تغييرا داخليا أم أن هذا كما ترى أمرا غير ممكن أعتقد هذا سياسيا مهم جدا أنه أنت لا بد أن تخترق النظام من خلال قوة معينة وتعمل على الإصلاحات الجذرية وتعمل على التغيير هذا واحد النقطة الثانية أرى من مهمة الكتل السياسية التي تنسجم مع هذه المطالب الوطنية التي تريد أن تقفز من السفينة الغرقة بالفساد والطائفية وبيع البلاد إلى الخارج لا بد أيضا أن تتقدم خطوة نحو المتظاهرين بتحقيق المطالب المنصفة والعادلة وبتحقيق يعني وباستعادة الدولة العراقية